اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحكومة لم تجد حلاً آخرً غير التوقف عن محاولة إعادة البلدة لما كانت عليها، غير أن ظهور رسومات جدارية في أنحاء مختلفة منها يحيب أن هناك أشخاص يزولونها بين الفينة والأخرى. نامي، اليابان وهو ما يجعلنا نتسالع ما قد تصبح عليها المدينة بعد تخلصها من حالتها الحالية. شرق ساونت لويس، إلانوي هذه المدينة من أصعب المدن حياة في العالم لدرجة اعتبارها من أعنى في مدن العالم في وقت ما، والآن هي خالية تقريباً من السكان، ما يزال أشخاص قليلون يتخذونها موطناً لهم، لكنهم لا يخفون معاناتهم فيها. كانت المدينة في وقت مضى مقصداً للعديد من الناس الذين يحطون عن بدايات جديدة أو إنشاء وصرهم، غير أن الأشغال التي عرفتها مناطق مجاورة لتمديد خطوط السكك الحديدية، أدت إلى سحب البساط من تحت المدينة وإهمالها. راكو، إيطاليا تتواجد هذه المدينة القديمة على جرف متلاً على مناظر خلابة للريف الإيطالية، تمتلك تاريخاً طويلاً من السراعات من أجل حكمها، نظراً لموقعها الاستراتيجية، لدرجة استعمالها مرة كثكنة عسكرية، ومرة أخرى كسجنة، لكن سكانها الطر للأسفان يغادرها نتيجة للزلازل المتكررة التي ضربت المنطقة، إضافة إلى سيولة التي تعاني منها كل ما هطل تمطار كثيرة، وحتى صعوبة حصول على الامدادات اللازمة لعب دوراً رئيسياً في مغادرتها وتخلي عنها، ولأن صارت المدينة مقصداً للسياح من مختلف العالم. بريبيات، أوكرانيا، وهي مثال آخر لما قد يتسبب به فشل في تدبير المفاعلات النووية. المدينة ليست بعيدة عن مفاعل شيرنوفل، ضمن نطق ثلاثين كيلومتراً ممنوع لجناس إليها، حتى لا يتأثر بمستوى الإشعاعات المذرة فيها. كانت المدينة تابعة للاتحاد السوفياتي حتى سنة 1986، التي أعلن فيها ضرورة إخلاءها. بقيت المدينة كما كانت عليه وقتها، لكنها شهدت عمليات تنظيف أشرفت عليه السلطات الروسية، لكنها لم تكن شاملة خوفاً من الإشعاعات التي ما تزال مرتفعة بنسبة مخيفة، وعكساً مناطق التي تأثرت بمفاعل فوكوشيما في اليابان، فهذه المنطقة امتلكت وقتاً كافياً لعودة بعض الكائنات الحية للعيش ضمن نطقها، ويبقى من الضروري ملاحظتها لمعرفة قدرتها على التأقلم معها. ما رأيكم؟ هل تودون زيارتها؟ شاركونا جوبتكم في تعليقاتي أسفل الفيديو، ولا تنسوا تسجيل يعجبكم والاتحاق بقناتنا لمزيداً من الفيديوهات المنوعة.